الحمد لله رب العالمين الحمدًا عبدُه ورسولُه تلَّ الأمة على ما فيه خيرُها وصلاحُ أمرِها وسعادتُها في دنياها واخرَاها وبعدُه فيا أيها الأخوةُ الأعِزَّى نُهنِّئُكم ببلوغِكم شهرَ رمضان من هذا العام الرابع والأربعين وأربعِمائةٍ وألف أسألُ الله أن يُعينَكم على صيامه وقيامه وأداء الأعمال الصالحة فيه وبعدُه فنواصل ما كنا ابتدانا به من تفسير كتاب الله عز وجل وكنا فيما مضى قد انتهينا من سورة النحل ولعلَّنا بإذن الله عز وجل أن نبتدِيَ بسورة الحجر وهي سورةٌ مكيَّة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان من شأنها بيانُ خطاب أهل الإسلام للمشركين ببيان الأدلَّة القاطعة على صحة الرسالة وحاجة البشرية إلى هذا الكتاب مع ذكر مبدأ البشر ونماذج من قصص الأمم السابقة التي أعرضت عن الخير والهدى فنزلت بهم العقوبات الدنيوية وتذكيرٌ بأسس الخطاب مع المشركين فلنبدأ بقراءة آياتٍ من هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما تأتيهم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بدأ الله جل وعلا هذه السورة بحروف مقطعة ليعرف العرب عجزهم وعدم قدرتهم بالإيتياني بمثل هذا القرآن مع أنه من جنس كلامهم وقد بني على كلماتهم وحروفهم التي يتكلمون بها فأتى بحروف مقطعة في أوائل هذه السورة ليشد الأذهان إلى استماع آيات القرآن وليبين عجز العربي عن الإيتيان بمثل هذا القرآن مع أنه مركب من حروف يتكلمون بها ثم قال تعالى منوهاً بذكر هذا الكتاب معرفاً بشيء من قيمته تلك آيات الكتاب وقرآن مبين فهذه علامات آيات أي علامات واضحات ودلائل وبراهن ناصعة واضحة تبين للناس صدق ما في هذا الكتاب فقد قامت الأدلة على أنه مصلح لأحوال الخلق وسبب من أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة وبين أنه مكتوب يستطيعون قراءته وأنه مقرؤ يتمكنون من سماعه فقال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أي أنه واضح يتمكن من قراه من فهم معانيه وإدراك شيء من الأحكام والدلائل التي اجتمل عليها هذا القرآن ثم قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما ربا للتقليل ولفظة ما تدخل على ربا متى أريد دخولها على الأفعال فقال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وذلك أن هؤلاء الكفار عند خلواتهم تأتيهم أوقات صحوة تجعلهم يعرفون صدق ما في هذا الكتاب وصحته وصدق الدلائل وصدق الدلائل التي اجتمل عليها هذا الكتاب ومن ثم يرغبون لو كانوا مسلمين ثم يطغى على قلوبهم ويغشى على فيدتهم ما هم فيه من الظلال فيعودون على ما هم عليه من التكذيب والكفر بآيات الله جل وعلا مما يشعر بأن الحجة قد قامت عليهم والبراهين قد وصلت إليهم وأنهم إنما يتركون اتباع هذا القرآن على جهة العناد والرغبة في الدنيا فلذا بيَّن الله عز وجل أنه متمكِّن منهم وأنه قادر على إنزال العقوبة العاجلة بهم ولكن لله حكم يجعلهم يتأخرون في تكذيبهم ويتأخر نزول العذاب عليهم فلذا قال تعالى ذرهم أي تركهم ولا يكن من شأنك أن تتأسف على حالهم فإنهم قد غرتهم الأماني الكاذبة فلا يلتفتون إلا إلى الدنيا ولذا قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فيشير إلى أن الله يُنعم عليهم ويمكنهم من الاستمتاع بأمور الدنيا ومع ذلك مستمرون في غيهم وعنادهم وكفرهم وتكذيبهم وماذاك إلا أنهم قد جاءتهم الآمال الكاذبة فألهتهم عن التصديق بهذه الرسالة والإيقان بما في هذا الكتاب والاتباع للنبي الكريم ولذا قال فسوف يعلمون أي سوف يأتيهم أوقات يعلمون فيها صدق هذا النبي وصحة هذه الرسالة وسلامة هذا الكتاب وهذا الوقت الذي يعلمونه فيه إما وقت نزول العذاب الدنيوي بهم وإما وقت البرزخ وإدخالهم القبور وإما في يوم القيامة عندما يرون أهل الإيمان ينجونا ويدخلونا جنان الخلد ويقسم لهم نار جهنم أعاذكم الله منها ثم قال تعالى مبينا أن له حكما في تأخير العذاب عن هؤلاء المكذبين ولذا قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أي أن القرى السابقة التي كذبت بأنبياء الله وصدت عن سبيل الله واستهزأت بدعوة الحق قد جعل الله لهم أمداً في حياتهم يلهون بما هم فيه لكن لهم ميعاد مؤقت وكتاب مؤجل تنزل فيه العقوبات عليهم ولذا قال وما أهلكنا أي لم نرسل عذاباً يهلك ويقصم الأمم السابقة المكذبة والقرى المتقدمة التي لم تنقد لأنبياء الله إلا ولها كتاب معلوم أي وقت مؤجل يعلمه الله عز وجل ينزل فيه العقوبة الشديدة عليهم التي تستأصلهم ولذا قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون أي أن نزول العقاب بهم والعذاب مؤقت بأجل محدد معلوم عند رب العزة والجلال لا يتمكن أحد من أن يقدم وقت ذلك العذاب ولا يتمكنونهم من تأخير العذاب عنهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي أن هؤلاء الأقوام المكذبين يستهزئون بنبي الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي يا أيها الرجل البشر الذي تزعم أنه نزل عليك من عند الله ذكر يذكر الناس بحالهم ومآلهم وهم مكذبون بذلك ولذا قالوا له إنك لمجنون أي أن عقلك غائب كيف تريد منا ونحن أصحاب العقول أن نتبعك وأن نسير على طريقتك وأن نكون تابعين منقادين لأمرك ثم طلبوا منه آية فقالوا له لو ما تأتينا بالملائكة أي إذا كنت صادقا في دعواك النبوة وأنه قد نزل عليك كتاب من عند الله عز وجل فليكن من شانك أن تنزل الملائكة وتأتي بهم من السماء من أجل أن يشهدوا لك بأنك صادق في دعواك النبوة ويشهد لهذا الكتاب بأنه من عند الله عز وجل فرد الله جل وعلا عليهم بأن الملائكة لا ينزلون إلا بالعذاب فلو استجيب لكم لكانت الحال أن تنزل الملائكة معها العذاب الشديد بمثل ما نزل بالأمم السابقة من العذاب المهلك ولذا قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب الشديد الذي يلحق الموت بكم وما كانوا إذا منظرين أي لو قدر أن الملائكة نزلوا لم يكن هناك تأخير في نزول العقاب والعذاب بكم فعدم نزول الملائكة من صالحكم ولفائدتكم ثم ذكر جل وعلا آية ينبغي به من يقتنعوا بها ألا وهي هذا الكتاب الذي فيه الدلائل الواضحة والبراهين المقنعة التي من تأمل فيها اقتنع بالحق الذي ورد بهذا الكتاب ويدلك على ذلك أن الله عز وجل قد جعله محفوظا لا يتمكن أحد من تحريف ما فيه أو تغيير هذا الكتاب فقال إنا نحن نزلنا الذكرى أي هذا القرآن وإنا له لحافظون وقوله هنا إن أراد الله عز وجل أن يعظم نفسه فأتى بضمير الجمعي وإلا فإن الله واحد كما قال تعالى قل هو الله أحد وكما قال وما من إلهني إلا إله واحد وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب ليكون آية عظيمة ودليلا وبرهانا على صحة هذه الرسالة وصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع محاولات الأعداء لتحريف كتاب الله لم ينطل تحريفهم على أهل الإسلام ثم ذكر الله جل وعلا أنه قد أرسل أنبياء سابقين في الملل السابقة والأقوام الماضية فقال ولقد أرسلنا من قبلك أن يخبر الله نبيه ببعثة الأنبياء السابقين ليكون ذلك على سبيل التسلية له وأخذ العبرة من قصصهم فقال ولقد للتأكيد ولقد أرسلنا أي بعثنا أنبياء ورسلا من قبلك أي من قبل هذه الرسالة في شيع الأولين أي في فرق الأمم الماضية وفي الأقوام السالفة وكان من شانهم تكذيب أنبياء الله والاستهزاء بهم فعندما يستهزئ بك هؤلاء الأقوام فاعلم بأن هذه حجة من لا يملك حجة صحيحة فإنهم لو كانوا يملكون أدلة صحيحة لردوا بها ولكن لم يكن من شانهم إلا الاستهزاء وهكذا شان المبطلين الذين يسيرون على خلاف الحق أنهم يستهزئون بأهل الحق ويسخرون منهم وفي عصرنا الحاضر وجدت أنواع من طرائق أهل الاستهزاء يستهزئون بنبي الهدى وبدعوة الحق وفكان ذلك من السنة الماضية في عباد الله أنهم إذا عجزوا عن الرد على الحجج التي جاء بها أهل الإسلام توجهوا إلى الاستهزاء والسخرية فهذه حيلة العاجز وطريقة من لا يستطيع مقارعة الدليل بالدليل والحجة بالحجة قال تعالى كذلك أي سنجعل هذه الطريقة في استهزاء المبطلين بأهل الحق طريقا مسلوكا إلى قيام الساعة كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي نحسنه ويجعله طريقا يسلكونه ويسير عليه أهل الإجرام الذين يصدون الناس عن الهدى ويبعدونهم عن طريق الحق فكان من شأنهم أنهم لا يصدقون بهذا الكتاب ولا ينقادون لأوامره ولا يستجيبون لأنبيائه فتكون العاقبة السيئة لهم فتنزل بهم العقوبات في الدنيا سنة ماضية وطريقة إلهية جارية في الكون ولذا قال وقد خلت سنة الأولين أي مضت طريقة الأولين في كونهم يستهزئون بالحق وأهله فتنزل بهم العقوبات ثم ذكر جل وعلا سببا من أسباب عدم استجابة رب العزة والجلال لهم فيما اقترحوه من نزول الملائكة فقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء أي لو جعلنا هناك فتحة في أبواب السماء فنزلت الملائكة فإنهم حينئذ سيقولون هذا سعر وما نراه بأبصارنا ليس حقيقة ولا نصدق به بل لو قدر أنهم صعدوا إلى السماء ففتحت لهم أبوابها لاتهموا أبصارهم بأنهم قد شاهدوا ما ليس بحقيقة وأنهم قد سحروا في أبصارهم فقال ولو فتحنا أي جعلنا أبوابا وبابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي صعدوا فيه ورقوا إلى السماء فشاهدوا الملائكة هناك وأقروا لهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يستجيبوا لدعوة الحق ولن ينقادوا للهدى فإن الله عز وجل قد قدر عليهم ضد ذلك لحكمة يراها فإن من سنن الله في الكون أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل من أجل أن يعرف الحق ويكون له حماة يدافعون عنه ويعرفون به فحينئذ ذكر الله جل وعلا عنهم بأنهم لو راوا الملائكة تنزل من أبواب السماء أو لو فتحت أبواب السماء لهؤلاء المكذبين فصعدوا في السماء لقالوا على جهة التكذيب إنما سُكِّرت أبصارنا فما نراه ليس بحقيقة وليست هذه السماء وليس هؤلاء الملائكة بل نحن قوم مسحورون جاءنا السحر من هؤلاء الذين يدعون إلى هذا الكتاب وبالتالي فأصبحنا نرى ما لا حقيقة له ونسمع ما لا حقيقة له ولذا كان فيما أنزله الله عز وجل من الآيات الباهرات المُجتملة على الأدلة الدامغات ما يكون سببًا من أسباب هداية من أراد الله له الهداية فهذه آيات عظيمة فيها تذكير بمعاني جليلة فمن تلك المعاني تعظيم هذا الكتاب القرآن العظيم وبيان أنه كتاب واضح بيِّن من تفكر فيه إن قاد للهدى واستجاب لدعوة الحق وفي هذه الآيات أن الكافرين إنما جحد آيات الله على جهة العناد وإلا فإنه تأتيهم أوقات يتمنون فيها لو كانوا مسلمين ولكن منعهم ما قدَّموه في أمور دنياهم وما ألهاهم به الأمل على الاستجابة لدعوة الحق وفي هذه الآيات أن لله حكم في كون الكافرين يتمتَّعون في أمور الدنيا ليكون ذلك من أسباب قيام الحجة عليهم وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من الاستجابة للأمل الذي يقطعه عن العمل فإن الإنسان متأمل في الدنيا وكانت رغباته في أمور الدنيا كان ذلك من أسباب عدم تقديمه للآخرة ولذا فإن من الواجب على العبد أن يكون من مقصوده النجاة أن يكون من مقصوده النجاة يوم القيامة ليكون في ذلكم اليوم من أهل الجنان لا من أهل النيران وفي هذه الآيات بيانه أن أهل الباطل سيأتيهم أوقات يعلمون فيها صدق النبي وصحة الرسالة وفي هذه الآيات أن العذاب الذي ينزل بالأقوام المكذبين له آجال محددة يقدرها الله عز وجل بعد أن يمهي لهم في الدنيا ويعطيهم من نعيمها ليكون ذلك من أسباب قيام الحجة عليهم وفي هذه الآيات عدم استعجال أهل الإيمان لنزول العقوبات بالمكذبين الكافرين فإن الله جل وعلا قد تكفل بنزول العقوبة بهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب الشديد في الآخرة وفي هذه الآيات استهزاء المشركين بيئة المؤمنين واستمرار طريقتهم في السخرية والاستهزاء حتى أنهم يستهزئون بهم فيقولون يظنون أنهم على الحق ويقولون بأن الحق المطلق عندهم ويكون من مقالة هؤلاء الكافرين في الاستهزاء بالمسلمين التقليل من مكانتهم وتنزيل أوصاف النقص والذل بهم ومشانهم أن يبث الدعاء الدعايات الكاذبة وأن يستعملوا الوسائل الإعلامية في القدح بالإسلام وأهل الإسلام والسخرية منهم فهذه سنة ماضية ولذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة السخرية به يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وفي هذه الآيات أن الله عز وجل لم يستجب لما طلبه كفار مكة ومن حولها من الآيات لأنهم لن ينتفعوا بنزولها ولأنه إذا نزلت الآيات عليهم فلم يصدقوا بها نزلت بهم العقوبة مباشرة كما كان ذلك في الأمم السابقة وفي هذه الآيات دليل واضح على صدق هذا القرآن فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وعدم ورود التحريف الذي ينطلي على الناس فيه وها هو كتاب الله جل وعلا خلال ألف واربعمائة عام وزيادة لا زال محفوظاً عند العباد يحفظه الصبيان والكبار وقد كتب في المصاحف على أنواع طبعاتها وهكذا وجدت فيه قنوات وإذاعات تبث هذا الكتاب وتنشره في الخلق وما ذاك إلا أن سبب النجاة هي هذا القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيداً فإنه ينبغي بالإنسان أن يجعل هذا القرآن سميره وأنيسه وقائده وإمامه الذي يقتدي به لتحصل له النجاة في هذا الكتاب وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أرسل إلى الأمم السابقة على اختلاف مللها واختلاف بلدانها وتنوع طرائقها في حياتها فإن الله جل وعلا لم يخل أمه من رسول يدلها على ما فيه خيرها ونجاتها وسعادتها في دنياها وأخرها وفي هذه الآيات أن سنة الله جارية في الأنبياء السابقين أن أقوامهم يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويصدون الناس عن الاستجابة لهم وفي هذه الآيات أن طريقة السخرية والاستهزاء بالحق وأهل الحق ستظل جارية وستبقى في أحوال الناس إلى قيام الساعة وسيزين للمشركين المجرمين في قلوبهم هذا الاستهزاء فيظنون أنهم باستهزائهم وسخريتهم ينتصرون ولا يمكنون الناس من الاستجابة لدعوة الحق وفي هذه الآيات أن لله سنناً في الكون لا تتخلف فمن سنته أن يجعل أهل الباطل يتمادون في باطلهم قليلاً ويتنعمون بناء بأنواع من النعم الدنيوية ثم تأتيهم العقوبات التي تستاصلهم وتزيل حياتهم وما عندهم من النعم وفي هذه الآيات أن السماء بناء محكم لم يجعل الله فيه فجوات وإنما جعله بناء محكما وفي هذه الآيات بيان أن المشركين لو استجيب لهم فيما طلبوه من خوارق لم يكن من شأنهم أن يستجيبوا لها بل سيعتذرون بأنواع المعاذير وسيسولون لأنفسهم باعتذارات باردة لكونهم لن يستجيبوا للحق بسبب أن الله عز وجل قد مضت سنته فيهم بأنهم سيبقون على ظلالهم وفي هذه الآيات أن المبطلين يتهمون أهل الإسلام بالأوصاف الشنيعة بالسحر وبعدم التمكين للإنسان من التفكر فيما حوله ونحو ذلك من الأمور التي يظنون أنهم بذلك يجدون مبرراً لأنفسهم في البقاء على طريق الظلالة وفي هذه الآيات أن الإنسان متى جاءت دعوة الحق وقام دليلها وجب عليه الانقياد لها ولم يجوز له أن يتعذر بالمعاذير الكاذبة التي يظن أنها تنجي عند الله جل وعلا وهي لا تنجيه من الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهدات المهتدين رزقكم الله فهم كتابه والعمل بما فيه وتأمُّ لمعانيه وحكمه كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المستجيبين لدعوة نبيه المنقادين لأوامره السائرين على ما يرضي رب العزة والجلال كما نسأله جل وعلا أن يسلِّمنا من العقوبات الدنيوية وأن يُبعد عنها أنواع العذاب المُرتبطة بمُخالفة نهجه وطريقته كما أسأل الله جل وعلا أن يُصلِح أحوال الأمة في مشارِك الأرض ومغاربها وأن يعيدهم إلى دينه عودًا حميدًا وأن يرزقهم التمسُّك بكتابه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم كما أسأل الله جل وعلا أن يُوفِّق أولاة أمر المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتُقى والصلاح والسعادة كما نسأله جل وعلا أن يُوفِّق أولاة أمر هذه البلاد لما يُحِبُّ ويرضى وأن يُبارِك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر